اللهم يا من لا تشتبه عليه الأصوات ولا تغلطه كثرة مسائل ولا يشغله سائل عن سائل نعوذ برضاك من صفتك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا من قد غلب بقهره كل شيء ووسع برحمته كل شيء وعم بلطفه عبادة يا من لا ييأس بروحه المؤمنون ولا يقمق من رحمته المسرفون ولا يأمن من عقابه المذنبون وعفو عنا فإنك أنت العفو الرحيم ترجمة نانسي قنقر هو أحد أعلام الأظهر الشريف وكان له دور كبير في حفظ التراث الإسلامي من الهندثار كذلك سيذكر له التاريخ الدور الوطني والبطولي الذي أدى في حفظ حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل هو فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف في مصر أرض المجددين يتمثل محور الإمام محمد حسنين مخلوف التجديدي في إدراك الواقع إدراكاً عميقاً وفي الاهتمام بالعلوم وبحفظ مصادرها فقد كان أول أمين لمكتبة الأظهر الشريف وألف كتابه الماتع في الدفاع عن حق مصر في حقها من مياه النيل فيما أسماه الجواب النبيل في سكر نهر النيل وحرم ما يفعله الآخرون من محاولة حرمان مصر من نصيبها في الماء رحم الله الإمام محمد حسنين مخلوف رحمة واسعة فضيلة العلم الجليل وفصدبتورة علي جمعة أهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً بكم مرحباً أهلاً بكم مرحباً لو تحدثنا عن فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف ومشروعه التجديدي فماذا سيكون في الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه فضيلة الإمام الشيخ محمد حسنين مخلوف ولد سنة 1861 يعني على بداية القرن كان عنده حوالي أربعين سنة تسعة وثلاثين سنة وانتقل سنة ستة وثلاثين ومعنى كده يعني عنده خمسة وسبعين سنة رحمه الله تعالى 1861 يعني أدرك الأكابر يعني لما مات الشيخ محمد عبده كان هو عنده حوالي أربعة واربعين سنة فلما جات ثورة التسعة عشر كان عنده تسعة وخمسين سنة أو تمانية وخمسين سنة يعني هو من صناع أحداث هذا القرن العشرين يعني أو بدايات القرن العشرين حفظ القرآن ونزل إلى مصر دارسا في الأزهر على النظام القديم ووصل إلى أن أسند إليه في أواخر القرن التسعة عشر أمانة مكتبة الأزهر مكتبة الأزهر مكتبة حافلة لأن علي باشا مبارك جمعها من الأروقة وحفظ عليها كده كما جمع دار الكتب المصري يقول أبو الوفى المراغي وكان أمينا لقد قام الشيخ محمد حسنين مخلوف بحفظ التراث وبإكمال النواقص ولو أن المكتبة استمرت على سياسته لكن تترى فيها العجب العجاب لو استمرين على الخطة التي وضعها محمد حسنين مخلوف إذن هو رجل إداري ورجل فني كان يأتي بالكتاب فيرى فيه صفحة ناقصة فيبحث عن نسخة أخرى منه وينسى خازي الصفحة الناقصة ويكملها حتى خدم كل كتب المكتب هذا عمل شاق للغاية وفني للغاية وعلمي للغاية لكن يعني الناس دي كان ربنا منور بصيرتها وعطيها خبرة تراكمية ورثوها عن أبائهم بما هو ليس موجود في كتاب يعني ده فن فن منقول عن التربية والأباء في هذه العصور محمد حسنين مخلوف هن الأزهرية يقولوا عن إيه أبو حسنين أبو حسنين جيه أبو حسنين راح ما يندهوش باسم محمد يقولوا أبو حسنين حسنين ده اللي هو ابنه الذي صار مفتيا في ولايتين صار مفتيا من 48 ل50 وصار مفتيا من 52 إلى 54 فمحمد كان صديقا وزميلا ويمكن نقول تلميزا أيضا للشيخ محمد بخيط المطيعي وكان يحضر عند الشيخ محمد بخيط المطيعي الكتب والشيخ محمد بخيط المطيعي في بيتهم كان يقرأ الشفاء لابن سيناء الشفاء في هذا العصر كان مطبوغ في إيران في عشرين مجلد فكان يقرأه في الأوراق لقضب الشيراز في المنطق وكان أبو حسنين ترقى في المناصب حتى صار وكيلا للأزهر في هذه الرحلة المهمة ألف كثيرا من الكتب موقفه من التراث إيه هو؟ علشان نعرف هو مجدد ولا مش مجدد حصل في سنة عشرين خلي بالك بقى سنة عشرين دي معناته أنه عنده ستين سنة تسعة وخمسين سنة فحصل في هذا الوقت أن الإنجليز من أجل أن يجعلوا الشركات الإنجليزية تشوف شغل وأرزاق ويدخلوا لها دخل عملوا لها مشاريع زي سد النهضة بتاع أسيوبيا دلوقتي في السودان علشان يعملوا شغل ومصر دي مش ضروري منها يعني فالمصريين اعترضوا فتشكلت لجنة والمصريين اعترضوا وأنشأوا رأيا عاما ضد هذا الذي يحدث لأن هذا سيقلل نصيب مصر من المياه هي المشكلة اللي احنا عاديين فيها مع أسيوبيا الناس خاف التأثر على حصد مصر من المياه احنا نتكلم دلوقتي طبعا لها تاريخ طويل لكن احنا نتكلم 1920 والكلام كان أساسا في السودان مش في الحبشة بعد كده جيه في الحبشة على فكرة قبل الحاجات اللي لها تاريخ طويل فتشكلت لجنة اللجنة دي كان فيها واحد اسمه كوكس المهندس كوكس ده كان عندنا هنا في الاناطر كان مسك الاناطر وعلى فكرة المهندس كوكس ده هو مسك ضرب كتب واخد بالك المهندس بتاع الاناطر بتاع الاناطر ده وكان يدعو دعوة غريبة جدا رد عليها الدكتورة نفوسة زكريا في جامعة اسكندرية في الدكتوراه الدعوة الى العمية يعني عايز الناس تتكلم بالعامي مش بالعربي وندرس العمية مش بالعربي كوكس ده هو هو وواحد تاني معاه راحوا كان اسمه كيندي راحوا قالوا لا المصريين هم عندهم حق ويجب ايقاف هذه المشاريع التي ستقلل المياه في هذا فولد امريكي كان اسمه كوري كوري الامريكي ده هو جه يقف مع الشركات بتاعة الانجليز اللي عايزة تاكل عيش على أفا المصريين فكوري عمل لجنة تانية واللجنة دي وصلت الى القيادة الانجليزية فعملت لهم لجنة تالتة تحكم بينهم ووقفت مع كوري والمؤولين والشركات ضد كوكس وكندي اللي هم كانوا وقفين مع مصر سحبوا الجنسية من كيندي ده هو وقالوا الكوكس اوه هتتكلم ساكت كده هو ما تتكلمش ولا في صحافة ولا في اي حاجة وساكت عبدالله باشا وهبة كان مفتش ري قال الله واحنا نسيب الانجليز يلعبوا بينا بدا لجنة ودا لجنة ودا يقول ودا يعيد احنا نعمل لجنة وسمها اللجنة الوطنية كوري راح لناس باكستانيين موجودين في انجلترا وقال لهم ايه رأيكم شرعا وراح مدخل الشرع طبعا دي لجان فنية ما كان ينبغي ان يحدث هذا لما لقى اللجنة الوطنية انه راح مدخلين الشرع من ناس قاعدين في انجلترا ما يعرفوش خلفية الموضوع ايه اساسا يعني هو يعرفوها بس هم وقفين مع الشركات اللي انجليزية العادة على حساب المصريين فراحوا الشيء عبدالله باشا راح لمحمد حسنين المخلوف ابو حسنين مزموط وقال له يا سيدنا الشيخ عايزين نشوف رأي الشرع في سكر النهر سكر النهر سكر النهر سكر النهر يعني حبسه وسده حتى يتعله ماء أو يأخذ منه ويحرم منه الآخرين المسألة دي يعني يعني مسألة عجيبة غريبة ديها دعوة بالواقع لكن راحوا لذلك العلامة الذي فتش الكتب وكاتب لهم فتوى رائقة فائقة على المداهب الأربعة طيب اساس فطلتك نعرف الفتوى بعد الفاصل بعد الفاصل مهمة جدا تخص نهر سكر النهر سكر النهر بالضبط سكر النهر ده الفعل سكر النهر ده يبقى المصدر بتاع سكر سكرا برك الله فيكم مولانا أسازينكم بعد الفاصل خليكم معنا موسيقى 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 بقرية بني عدي القراشي بأسيوت ولد شيخنا العلامة محمد حسنين محمد مخلوف في تلك البلدة العريقة ذات التاريخ المشرف والبيئة الصالحة التي ترعرع فيها مخلوف على يد كبار العلماء والشيوخ بالقرية آنداك من محافظة أسيوت إلى رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة تلك كانت رحلة علم الإمام مخلوف فهنا في رحاب الصالحين الباحثين عن العلم التقى الإمام بأعلام الفقه والدين ليبدأ من هنا مسيرة علمية فريدة بليئة بالإصلاح والتنوير ومنطقة الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة هي منطقة عامرة تتميز بموقعها الفريد داخل مدينة القاهرة فهي قبلة لكل من تعلق قلبه بالعلم وبجمهرة علمائه الأطياب الأخيار ومزار سياحي هام لكل من يريد رؤية روعة البناء الإسلامي ويستشعر الروح المصرية الأصيلة في كل شوارعها أرحب في الدكتورة علي جمعة مرة أخرى أهلا بكم مولانا أهلا وسهلا أهلا وسهلا نهر النيل عن مصر ما هو لو كنت يعني فاكر الأفلام الأديمة يقولك دولجوم وسكروني المحل يعني أفلوه فسكر النهر أي أغلقه حبسه سده سكر النهر فليه استعمل كلمة سكره لأنها هي الكلمة التي استعملها الفقهاء في كتبه ما حكم سكر النهر من أعلى ومن أسفله إحنا نعد الأسفل المصاب ودكهة أعلى لأن الأرض عاملة كده مظبوط والمية قاعدة تتضحرج إلى المصاب يبقى بتصب في البحر فهي يقولك إيه مصر السفلة ومصر العليا يقولك أبر إيجيبت أبر إيجيبت يعني الصعيد اللي هو مصر العليا عليا في مستوى الأرض دي مرتفع عن سطح البحر لكن دي مع سطح البحر في اسكندرية بقى ورشيد وقفر الشيخ هيسكر لي النهر من هنا فده اللي خلى الشيخ يقل في كتابه الماتع الجواب النبيل في سكر نهر النيل المسألة دي هي موجودة في التراث موجودة في التراث وموجودة في المذاهب الأربعة وموجودة في المذاهب الأربعة وليها أدلة من الشرع من ناحية الأحكام الشرعية ليها أدلة من الشرع ولكن ما كان للمتشرعين أن يدخلوا في المسائل الفنية إلا لما السيد كوري راح لبعض غير أهل الحجة من القاصرين اللي استدلوا بآية أو استدلوا بحديث يقول لك الناس شركاء في الثلاث أيوة صحيح الحديث صحيح بس مالوش دعو بالقصة دي ده انت هتوقع الضرر بيك ودي لها أحكام يقول له ونبئهم أن لكل منهم شرب يوم شرب يوم المعلوم شرب يوم المعلوم أو شرب المحتضر أيوة شربه هنحضره كل حاجة لكن إيه علاقة ده بدا أصلي دي في ناقة صالح صالح طب ما هي ناقة صالح ده بير خاص لكن النهر بتاعنا ده ده نهر عام يبقى قياس مع الفارق ما ينفعش انتوا بت لخبطوا كده فهذا العلم وهذا التأصيل وهذا وعلى فكرة الشيخ محمد حسنين مألف في الأصول على الشوكاني غاية السول فإذا الرجل فاهم فاهم يقرأ التراث إزاي ويستفيد إزاي ويحوله إزاي إلى الواقع المعيش خدمة للوطن خدمة للقضايا المصيرية خدمة لكل جدال مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء لقوا كتاب لقوا كتاب ده في الأضابير فحققوه وطبعوه اتوزع في معرض الكتاب اللي فاده اللي هو الجواب النبيل للشيخ محمد حسنين مخلوف والجواب النبيل في حكم سكر نهر النيل واستطاع به أنه يفند شبهات الأستاذ كوري الأمريكاني ده وشبهات المقيمين من المسلمين في لندن من الكومن ويلس وأورد نصوصا عجيبة غريبة من ضمنها من ضمن هذه النصوص أن الحنفية يمنعون هذا مطلقا فكرة أي غلق لمجرمائي قد يدور منه الناس واخد بالك ديك هتيقول لك بالاتفاق أو مثلا بالتناوب أو مثلا لكن الحنفية والمطلقة ما يتقفلش خالص ما يتقفلش خالص ليه يا حنفية ليه ما احنا هنتفق مع بعض انه يقفلوه كده الحالا ومقالا يعني انت ما انتش عارف بكرة يحصل ايه يبقى ازاي تسده واخد بالك ازاي نمر اثنين سده سيغير ما خلق الله ولا تغيرن خلق الله ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ده ابليس هو اللي بيدي كده فقالوا ايه قالوا حاجة بتدرس الأنف الهيدروليكا في كليات الهندسة وهو انه النيلو هو ماشي كده ماشي الهي فلو عملت السكر ده اختلت الضفاف يعني الضفة من هنا تختله والضفة من هنا تختله فنهوا عن السكر والكاري الكاري بقى انك انت تفتح منه حاجة هي تودي المية بتاعتها تفريع تفريع واخد بالك التفريع دي لها اصول اذا خرجت عن الاصول يبقى لا ينوز السكر والكاري الراجل جاب عجب من عجاب ومن الكتب يبقى موقفه من التراث هو استعمال التراث فيما هو نافع وفيما هو قائم في الانتراث في مصلحة للناس من التراث في مصلحة للناس فنرجع نستقي منه تماما وقات اليوم على المذاب الاربع واخذ بكلامه وابطلت الانجليز المشاريع السودانية يعني هو كان السبب في تعطيل المشاريع الانجليزية اللي كان بتتم هناك في الناس ايوه احد الاسباب لانه هو عطى دال عبدالله باشا وهبي وعبدالله باشا وهبي في اللجنة الوطنية يعني ايه فضح الانجليز وفضح الالعيب بتاع الكوري والناس دي نعم فادي ده اثر مشروع الشيخ محمد حسنين كان ممكن يقوله احنا منا صحيح ايه علاقة مش تخصصي واجيب سد النار لكن لانهم قتلوا التراث بحثا تعمقا زي ما امين الخلي كان بيقول ان التجديد يحتاج الى ان تقتل التراث بحثا وتعمقا وفهما صحيح صح وإلا كان تبديدا لا تجديدا ادي الكلام وادي المشاريع التجديدية اللي احنا علماءنا عملوها واللي اذا اردنا مشروعا تجديديا الان كان على ذلك النمط اقتلوا التراث بحثا وأصروا عصير كده زي عصير زي اللمونة وانت بتعصرها وبعدين استفيد من مناهجه ولا تقف عنده مسائله اللي في النهاية هيخدم ان هذا التراث بشكل او باخر في خدمة للمجتمع وخدمة البشرية شكر فضل حضرتك فضيلة العلامة لصد دكتور علي جمع على هذه الحلقة الرائعة الله يخليك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا موصول لحضرتكم إلا اللقاء من السلوكيات الخاطئة الانشغال بالحديث في الموبايل أثناء القيادة وهي ظاهرة منتشرة بين الناس خاصة الشباب وهنا الوسائل تأخذ حكم المقاصد وهذه وسيلة قد تؤدي إلى الحوادث وكم أدت إلى الحوادث وإلى الوفاة فيجب عليك أن تبتعد عنها وأن تأخذ قواعد القيادة وأن لا تفرط فيها حتى يرضى الله عنك يا رب نسألك لأولئك الذين وقعوا في إدمان المخدرات خفف عنهم واهدهم واشفهم وقوهم وقو عزيمتهم واهدهم إلى سواء السبيل يا رب نسألك أن يتركوا هذا البلاء والوباء يا رب عافي من أدمن وأراد وجهك وأراد العودة إليك فرده إليك ردًا جميلًا اللهم آمين نسمي شكرا